بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشعر في المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدي الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا مرحبا بكم في برنامجنا مع القادة والذي اعتدنا وتعودنا فيه أن نلتقي بالقادة لنتعلم منهم كيف تدار الأمور مشاهدي الكرام بداية أسرة برنامج مع القادة تتقدم بخالص العزاء لسيادة اللواء عبد الرافع درويش في وفاة زوجته للفقيد الرحمة وللأسرة الصبراء والسلوان مشاهدي الكرام بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم سيادة اللواء أركان حرب دكتور عبد الرافع درويش رئيس حزب فرسان مصر أهلا بك سيد تلواء أهلا بك فان متشكرين فان مع العزاء ومحدش يعزيكو وربنا يجعلها أخر الأحزان ورزاكم الله خيرا ربنا يرحمها ويرحمها موتنا وموت الجميع سيادة اللواء حديثنا اليوم كان شيء جميل أن حزب من الأحزاب السياسية تقريبا معظم القادة المسؤولين عن الحزب قادة عسكريين سابقا كنا نسمع أن دايما في خلاف ما بين الجيش وبين الشرطة العام دالي حاجة جميلة جدا حزب فرسان مصر يحتفل بأعياد الشرطة في محافظات الصعيد طبعا قبل مبدأ ما حدقت تحت هذا العنوان لكن كان فيه استفسارات من البعض بيقول أن حزب فرسان مصر عليه نزاع إلى أين وصل هذا الأمر؟ الحمد لله وذلك الفضل من الله وقال ربنا أتم نعماته علي وعلى الحزب الحمد لله لأنهما طبعا ثلاث سنين أو يعني من سنة سبعة طاق من أول ستاشر لغدة الوقت هذا النزاع كان موجود وناس أنا جابهم في الحزب وأنا اللي عامل الحزب ومؤسسهم من الأساس ومعايا طبعا ناس كتيرة لهم الفضل في هذا وفجأت بيهم بيعملوا جمعية عمومية وعاوزين يزيحوني أنا كنت بقول لله وأحمد بقوله اتفضل الحزب أنا بدون نزاع وبدون أي حاجة إحنا زمالة وكل حاجة كان أنا جيت في حلقة مع عدلتك قبل كده واتكلمت في هذا حصل وقلت لله وأحمد عبد الله قلت له اتفضل عاوزين تأخذوا الحزب وخذوه بس ما يبقاش فيه نزاع عشان إحنا منظرنا مبقاش وحش قدام العالم كعسكليين ومنفعش تمام هم أبقوا على نفسهم ودخلوا في قضية خدوا حكم على لجنة شؤون الأحزاب بيقول أن أنتو لما يتقدم لكو حد بالجمعية عمومية أو بأي شكاوى تاخدوها يعني مش حكم ما نهائي علي أو أن أنا حكم مثلا أنا ما بقيتش الرئيس الحزب حصل النزاع طبعا فبقى فيه تنازع على الحزب أنا عملت طاعنا في هذا الحكم والحمد لله رب العالمين ربنا أفاء علينا بالنعمة أن احنا خدنا الحكم يوم 15 اللي فت 15 اتنين أيها خدنا الحكم بإلغاء الحكم الأول في القضاء الإداري دي الأدرياء العليا ودي ما فيهاش لنقد ما فيهاش لأي حاجة وده حكم بات فإلغاء الحكم الأولاني وإلزام المدع عليهم اللي أنا كنت رفع عليهم القضية بالمصاريف تمام الأستاذة سورية اللي هي بتعتبر نفسها رئيسة حزب وما نعرفش ليه برضو بدون مناسبة فجت وعراحت مقدمة للمجنة شؤون الأحزاب أنتو احنا عملنا جمعية عمومية وشيرنا اللي هو عبد الرافع فقالولها أنت غير زي صف تمام رح تواخد الكلام ده ورفع قضية تاني على لجنة شؤون الأحزاب القضيتين ورا بعض في الروح أنا وهي تمام هي خدت رفض تمام رفض مش العدم الاقتصال رفض القضية رفض القضية اللي أنا مرفوع على لجنة شؤون الأحزاب تمام وأنا خدت رفض الحكم الأولين إلغاء الحكم الأول اللي هو خدوه وأصبح دلوقت الموضوع ما فيش أي نزاع وأنا رئيس الحزب سيادة اللي وحضر بس قبل من سيب النقطة دي في واحد يعني أو اتنين اتنين محاميين في الحزب دول أنا بشكرهم جدا على المجهود اللي عملوه وأخصت بالذكر المستشار أحمد القاضي والأستاذة منال العطار اللي اتنين دول بازلوا كل ما في وسعوهم في الأستاذة منال العطار منال العطار ودي عملوا يعني شغله كويس قوي في الدفاع عن حق الحزب والحمد لله ربنا كلل حالتهم بالنجاح وأنا دايما كنت بقول رب إني مغلوب فانتصر ونعم بالله خلص التحية والشكر للمستشار أحمد القاضي والأستاذة منال العطار سيادة اللواء نرجع لموضوعنا احتفال حزب فرسان مصر في 25 يناير في محافظات الصعيد بعياد الشرطة أنت حذك شفت الموضوعات إزاي؟ أولا أنا رحت في ظروف صعبة جدا كانت زوجتي في العناية المركزة رحمة الله عليك وكل الناس كانت عارف هذا الكلام ولكن الحزب الناس اللي فيه الصعيد بالذات ولأن أنا جزوري من الصعيد فهم برضو كانوا عاملين تحاجز لنا في الفنادق السادة المحافظين الثلاثة اللي احنا روحنا قابلناهم يعني بشكرهم جدا لأن بشكر اللواء طارق الفئي طيب هناخد العددك كده لو سمحتو ناخد كصور حزب فرسان مصر في المحافظات الصعيد وطارة مثلا أي محافظة يكون معنا الأول العداد معنا سوهاك حاليا سيادة اللواء طارق الفئي طارق الفئي ده المحافظ ها هو المحافظ وهذه الصور حزب فرسان مصر داخل محافظة سوهاك احتفالا بعياد الشرطة اللي جالنا كمان يعني في حد تلت حاجات حصلك يعني قويسين أنا من الكلام تعملين على سوهاك اه على سوهاك تلت حاجات حلوين اوي يعني دول يعني أنا بعتز بيهم وبشكرهم طبعا عمال اللي هم عملوه اول حاجة ان سأت له طارق الفئي لما أنا كلمته في التليفون وتعرفت عليه مدير مكتبه الدكتور محمد كان بيتابعنا من ساعة ما وصلنا من المينيا بدأ يتابعنا انتقين فين وبدأ امتى وامتى 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 لغاية ما ايه روحنا حوالي الساعة 12 ونص الظهر او الساعة واحدة كان فيه اجتماع مع السيد المحافظ روحنا قدمنا له درع بتهناء بايد الشرطة وقابلنا مقابلة كبيرة جدا الراجل ويعني هو شرطة اساسا وكان فرحان جدا بالحزب وطبعا قالي أنا سمعت عنك وشفتك قبل كده في التلفزيون والكلام ده فطبعا يعني المقابلة كانت جميلة جدا تمام وما قابلنيش لوحدة قابلني مع قيادات الحزب كلهم في مكتبه متشرفنا به اللواء اسامة النجم هناك بس الحزب سيادة العميد طيار محمد السني تمام الأستاذة ريم شبل تمام المسشار أحمد القاضي أيها الأستاذ أحمد العربي الأستاذ إهاب محمد كل التحية والتقدير مهاب مهاب محمد تمام طبعا الناس دي كانت معايا وجيه ناس بقى كمان اللي هو أمين قطاع الجنوب الأستاذ محمد الوحشي محمد الوحشي نعم محمد الوحشي ومعاه الناس بقى اللي هم بتوعصوا هاك تمام ما كانش لسه عياننا كنا معينين كان ساتة اللي هو علاء وستة اللي هو علاء كنا بنرفعه إلى يعني من المحافظة إلى القطاع فروحنا قابلنا الناس دي وقابلنا ساتة المحافظ ساتة اللي هو طريق الجندي راجل ممتاز جدا وراجل على أخلاق عالية واستعبالنا طبعا استقبال كويس قوي وبعد الاستقبال رحنا تاني يوم كان المفروض بقى المؤتمر تمام فقابل المؤتمر ما زلنا في محافظة سهاج تمام فقابل المؤتمر في محافظة سهاج كان في دعوة كريمة من السيد رئيس جهاز الأمن الوطني تمام وقال اللي اتقابلوا مع المحافظ أنا عايزهم كلهم ييب عشان خاطر اللي هو عبد الرافع عايز أشوفهم طبعا دي لمسة ولمحة جميلة جدا تمام فبدأ يسألني أخبارك إيه مش أخبارك إيه فأنا قلت له يعني الحمد لله وأنا كنت عندكم هنا في البليانة من ثلاث سنين وعملنا مؤتمر مصالحة وبتاقى قال لي مصورينه قلت له ماشي وبعدين في المؤتمر الفلاني في هنا برضو في سواج قال لي عارفينه ومصورينه قلت له حضرتك متابعني بقى قال له لو احنا مش متابعينك ما كناش جبناك هنا عشان نقولك متشكرين على اللي انت عملته بالبلد قلت له شيء جميل لما يكون القيادات عارفة تحرك وتتبقوا الناس وكان شيء جميل جديد يبعث التماغنينة في قلوب الشعب طبعا أنا فجئت به فبص للناس اللي معايا اللي هو سما نجم والعميد محمد الصني وما كانش معانا العميد محمد الصني كان معانا المستشار أحمد القاضي وكان معانا يعني الحزب قيادات الحزب فاللوم الراجل ده هو والفنان محمود قبيل دول اللي كانوا رأس الحربة في انهم خرجوا الاخوان من مصر فدي كانت شهادة كبيرة جدا أنا بعتز بيها وبعتز بهذا الرجل انه هو ليتم تابعني أو بالطريقة ديت يعني أو حاجة يعني معرفش يعني ممكن هم طبعا شغلهم ده فأنا متشكر جدا ديهم سيادة اللواء والله ليست نفاقا أنا أرى من أفضل ناس عندنا من يعملون في جهاز الأمن الوطني أه طبعا على كل المستويات أدبا احتراما جدا تعاملا جدا يريت ان كل المسؤولين عندنا في مصر يحزوا وحزوا ضباط الجهاز الأمن الوطني تعاملهم راقب جدا أنا رحت بقى للمؤتمر بعد مقابلة السيد الرئيس جهاز الأمن الوطني كان حوالي الساعة 2 وشوية وكان المعاد بتاع المؤتمر كان الساعة 3 تمام فرحت فجأت بمفاجأة كبيرة جدا جدا بقى أقدرها وبقى أحترمها وبقى له متشكرين جدا على حسن الاستقبال اللواء صام حسين نائب مدير الأمن اللو هو الحكم دور تمام مستنيني وبالزيل الرسمي وفجأت به عظمه وتفضل يا فندم وبنتهى الاحترام فقلت له تفضل دخل معنا قال طبعا انت عارفين احنا ما بنتعملش مع الأحزاب قلت له ايوان عارف قال لي قلت له بس لازم تخش عشان احنا نرحب بيك الأول فالرجل دخل وعملنا له ترحيب وخرج بعده بعد الترحيب حضر السلام الجمهوري وحضر الترحيب وخرج ده كانت محافظة سهاج وطبعا كان المؤتمر حاشد فجأت به برضو الأحزاب موجودة زي حسب المستقبل الوطن وحماة الوطن يعني بعض الأحزاب عشان ما نساش بعض الأحزاب كتير كانوا موجودين حضرين المؤتمر المؤتمر كان كبير قوي تمام خد حوالي 800 واحد ما شاء الله خلاف الناس اللي كانوا وقفين بره فيمكن الصور ما كانت معانا عدوات على الهوام وشارة يعني كان جماعة جميل شيء جميل يعني شيء جميل وبعدين احنا كنا راحين عشان نحي الشرطة تمام ونقول لهم كل سنة وانتوا طيبين وعلى سياما انا ابني برضو عقيد شرطة ابني حدك عقيد شرطة ليه مرحش الجيش ازاي بقى لا ما هو كان يعني مرضيش يعني هو كان ناجح شرطة وحربية وطيران تمام هو اختر الشرطة رغم حدك كنت طيران معلش كل واحد باختيار والميول بتاعته هو حر فيها انا ما كنتش راضع لانه أخش كلها عسكرية اساسا انا كان عندي مزرعة وبعتها بسبب الموضوع دوت لانه كان هو السند بتاعي تمام فلما دخل بقى قليلة الشرطة خلاص ما بقاش فيه حاجة يعني تلزم من انا اعود لوحد فهو دلوقتي حاليا في العريش بقى له خمس سنين في العريش بقى له خمس سنين طب سيادة اللي هو عبد الرافع بمعارف مش عارفين ايه له من العريش يجيبه في القاهرة انا عودت أوليها دي على عدم الوسطى مش بقولها الكلام ده تجاري الكلام ده ما جيت بعد ما اتخرج مباشرة كان في ايد ان انا جيبه مانا بتكلم على كده فيديو يجيبه في حاجة حدد كتير جدا ومازلت في العريش حتى زي اللحظة اه بقى له خمس سنين دي لسنة الخامسة فهو قال لي انت علمتنا اينما تكونوا درككم الموت لو كنتوا في بيبروج مشايدة وان قضاء ربنا وقدروا احسن من اي حاجة تانية اكيد فسيبني لقضاء ربنا فاتخرج راح المرور هو حاليا دلوقتي وكيل ادارة المرور في العريش وانا بشكر العقيد العقيد معلش مشارك بعد اذنك يا ماشي فكل انا بشكر كل القيادات اللي في العريش بالكامل من مدير الامن لكل فرد موجود في العريش وموجود برضه في الادارة العامة للمرور لان انا جالي كمة الاغرافات كبيرة جدا 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 بيعزوا علاقة فدي حاجة انا باشرف بيها وبقول ده حاجة حب من الله لهذا الولد فعني الحمد لله فبقول له يعني ليه قال لي انا لازم اخد بطار زماني لشمال انت دخلت اربع حروب بتقول له احنا مش داخدين في مغامرة مع بعض يعني احنا داخدين في حماية وطن وفي بالد بتاعتنا وهو ده اللي ممكن الرسالة لنا عايزة وجهد الشباب حافظ الله العقيد على وكل ضباط الشرطة وكل ابن من ابناء مصر فعلا صهران والنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم عينان لا تمسهم النار عينهم بكت من خشة الله وعينهم باتت تحرص في سبيل الله كل الشكر والتقدير سيادة اللواء طارق الفقي محافظ صهاج والامن الوطني بمحافظة صهاج سيادة اللواء ننتقل محافظة اخرى كنا فيها الاعداد معنا اسوان معنا محافظة اسوان نا فيش مشكلة اه الهواء مشارطة نشوف دهات حالين سيادة اللواء محافظة اسوان مؤتمر حزب فرسان مصر تكريما واحتفالا بعياد الشرطة المصرية 25 يناير معنا على الهواء مشارطة صورة الحفل والمؤتمر الذي كان في اسوان حدثنا حداك عنه؟ احنا رحنا اسوان كان اجتماع برضو جبير جدا ومعرفش يعني كان فيه منافسة كانت منافسة جميلة يعني كل واحد في أمين محافظة يقول لي انت لسه ما شفتش عندنا لما شفوا سوهاج بس احنا هنبقى أكتر فروحنا اسوان قال لي نشوف بقى احنا ولا سوهاج احنا ولا اينا فيعني كان فيه منافسة جميلة جدا فكان فيه اجتماع جمع غفير من الناس في اسوان وحتى استوقفتني واحدة بنت صغيرة كده عندها 27 سنة وليتها بتبكي بقول لها فيه عندك مشكلة قالت لي لا ما عنديش مشكلة انت لسبب المشكلة قلت لها انا قلت لها ايه اللي عملت لها ايه قلت لها اتكلمت من القلب فواصلني فعنايا راحت متدمعها قلت لها متشكرين جدا يعني على هذه الأضوح سيادة اللواء اشرف عطية ومحافظة اشرف عطية سيادة اللواء اشرف عطية طبعا ده هو جيش بس انا يعني ما عرفوش اساسا يعني ما خلاش فيه علاقة بيني وبينه يعني فانا ما روحت هناك قال انا بشبع عليك قلت له بقى شفتني في التلفزيون وعاد تحك يعني قال لي ابو الزبط كده الراجل استقبلنا استقبل كويس جدا وكان معايا سات العميد محمد السني وسات اللواء اسامة والاستاذ احمد العربي وكانوا فيه اربع موجودين السيزارين ومنت المرأة لا دول كانوا موجودين بس في القاعة تمام والاستاذ احمد العربي وكان مين الرابع الله ما اذكرني بيه ما ناسيت دكتور محمد وحش نعم الأخ محمد وحش المهم قالوا اللي هو عبد الرافعي يخش راحته احتراما اليوم ما فيش مشكلة دخلت فبعد ما شافني وبتاعه طاله ما ينفعشي اننا الناس دي قال لي لا فاني ما يتفضلوا انا قلت بس عايز اشوفك الاول لوحدك طاله ماشي فالراجل استقبلنا ولمحة بقى يعني جميلة جدا سواء في انا او في اسوان ان المحافظ يخش على طرابست الاجتماعات ان احنا ما اجتمعناش في مكتبه تمام الاجتماع كان في صالة الاجتماعات يخش مثلا خمسة وعشرين واحد يسلم عليهم واحد واحد ويجي يقعد على رأس الترابيزة راجل عسكري يعرف الانضباط ويجيب بالكورسي ويروح معاعدني جامعة وتفضل يا فاندم وبعدين يقول انا من تلامزة اللي هو عبد الرافع وده استاذنا دي حاجة كبيرة جدا طبعا انا بنحترم بعض بفقاءة ادمية والجيش بيحترم بعض والشرطة بتحترم بعضها وبتحترمنا وإحنا بيحترمها وانجح مؤسستين بسبب اللي جد فيهم الشباب وفيهم انضباط هم الشرطة والجيش للأمانة عملنا مؤتمر كويس جدا وروحنا هناك فانا نبهت على الناس قلت لهم اللي عاوز يتكلم مع سات المحافظ يتفضل يتكلم بس نتكلم في مشاكل عامة وليست مشكلة خاصة تمام لان احنا محنا رايحين كحزب علشان نتسول حلول مشاكل فردية لا احنا رايحين عشان نساعد المحافظ ونديره قراءنا في بعض المشاكل على اساس انه يستعين بأفكارنا تمام وإحنا برضو كحزب نبقى في خدمة المجتمع اللي موجود وهو ده المطلوب بس هو ده كل التحيات والتقدير ستلوى 10 ربعطية محافظ أسوأ معنا يا شباب ده وقت حاليا محافظة إنا محافظة الفيوم الأول محافظة الفيوم معنا دي كانت آخر واحدة هم بس هنرجع لمحافظة إنا بعدين ولكن حاليا ده وقت ما هيبقى معنا على الهواء مباشرة إنا الأول خليها عشان ترتيب محافظة إنا الأول اللي هو طيار أشرف داودي محافظ إنا كيف رأيت حدك معنا صور من محافظة إنا حاليا برضو كنت مؤتمرش يعني حاشد وروح تقابلت ست المحافظ ما استقبلنيش في مكتبه طلع من المكتب عشان يستقبلني يعني حاجة كبيرة جدا هو وساط المقدم أحمد اللي هو السكرتير بتاعه وقابلنا مقابلة كويسة جدا وبعدين أول ما دخل قال أنا جاي من رياست الجمهورية كنت في اليوران وجاي هنا هنا عشان برضو إيه مشاكل هنا ونحل الكلام ده كله لكن عايز أقول حاجة بالنسبة لكم عشان تبقى عارفين أنا ملحقتش اللي هو عبد الرافع هو بيدرس في الكلية فتلامزت تلامزته هم مدرسوا لي فأنا تلميز تلامزته فدي حاجة كانت كبيرة أوضع أوضع ماشي اللي أنا ماشيه فمعليش ما تزعلش مني نتقول لأ أبدا أنه تزعل لو كله التحية والتقديش طبعا نحترمه جدا ونقدره جدا والراجل قال أي حاجة بالنسبة للحزب إحنا معاكوا وإنتوا معانا بحيث أن إحنا نحل مشاكل وهو ده الواجب على كل الأحزاب يعني حتى مرة هو كان في اجتماع يعني صلح بين عائلتين ومعرفش مين راح له قال له اللي هو عبد الرافع بيسلم قال له ده أستاذ أستاذي يعني الراجل محترم جدا وكلمني في التليفون وقابلنا مقابلة قويسة وقابل العميد محمد السني مقابلة قويسة لأنه كان بيخدم معه يعني العميد محمد السني كان بيخدم معه سيادة اللواء أشرف فكان اجتماع عائلي قوي هو كان المفروض سيادة العميد محمد السني معانا على الهواء وهو شخصية محبوبة جدا لكن لظروف خاصة لم يتمكن معنا اليوم بس إن شاء الله لاحقا يكون معنا سيادة اللواء مرة تانية ومعنا سيادة العميد محمد السني نشر بيوم إن شاء الله سيادة اللواء وختامه هامسك محافظة الفيوم طبعا الشباب نشوف محافظة الفيوم ويمكن محافظة الفيوم لوجود عائلة حضرتك بالفيوم وجود حضرتك أكتر من أنا عائلتي في كل مصر أنا عائلة درويش 3.750.000 على مستوى المحافظات كلها فعندوك كان نسكن كبير الإعداد لست زحمة بقول لي من عائلة درويش طب كويس هو مرة أعرف يا بيبو عشان كده عملت لي سيادة اللواء سيادة اللواء بعدين برضو سيادة العميد محمد السني بقى رغم إنه هو معايا بقى له 3 سنين أو أكتر إلا إن ما كنتش عارف إنهم من عائلتي فوجيت في مؤتمر عيلة وهو معايا فراح مطلع لي الشجرة وقال لي ده أنا من العيلة يعني فوجيت بي يعني ما كنتش عارف إنهم من العيلة أساسا كل اتحية والتقدير لسيادة العميد طيار محمد السني معنا صور محافظة الفيوم في احتفال حزب فرسان مصر بأعياد الشرطة المصرية الفيوم كان فيها مشكلة كان فيها مشكلة الفيوم إن فيه في جامعة الفيوم كان فيه رئيس الوزراء وخمسة من الوزراء موجودين كانت عندنا مناسبة يعني في نفس التوقيت فقالوا لأ محدش يخش من الباب الرئيسي وبتاع لكن الناس رجعوا في كلامهم وقالوا لأ اللي هو عبد الرفع والناس اللي معي تفضلوا يخشوا من الباب الرئيسي وأهلا بيهم ورحبوا بينا حتى سيادة العميد محمد السني دخل بالعربية لحد الباب الرئيسي فإحنا دخلنا جوه وطبعا كان استقبال حافل حضرتك حضره وطبعا أنا بشكرك على الحفاوة والحسن الاستقبال اللي أنت قابلتنا به وفي نفس الوقت أنا شفت برضو مؤتمر حاشد كبير وكانت عائلة ممثلة بقى أناك يعني أنا فدعني وكانت برضو ممثلة في أنا وممثلة في صهاج وكده وأسوار ناس يعني بيرحبوا بينا كل اللي في العيلة بيبقوا من نفس البلد بيبقوا يحضروا المؤتمرات بتاعنا فحاجة كانت جميلة جدا واستقبال كان أكتر من رائع وأتم بالليل بقى حاجة تانية أنا فجئت بيها حضرتك قلتل إحنا هنفتح مقرف إطسا ومعنا على الهوام وشارطا احتفال عفلا حزب فرسان مصر تاتشين أمانة إطسا بمحافظة الفيون وكان فعلا افتتاح وكان تاتشين جميل كان جمي كبير جدا يعني ورده وبعدين طبعا فتحنا وقصينا الشريط وأهدية دي طبعا أكبر حاجة ممكنة وجميلة وهي القرآن الكريم ودي حاجة كانت حلوة قوي وممتازة من كل ناحية وانت حضرتك قمت بالواجب معنا والناس بتوع الحزب قاموا بالواجب معنا في حسن استقبال وكتر ألف خيركم وطبعا احنا نزلنا برضو وقعدنا عندكم يومين يعني ما كانش المفروض يعني المفروض احنا نرضى على طول بس احنا عادنا عندكم يومين على أساس برضو ان احنا نرتب المواضيع كويس والحمد لله كانت كويسة قوي وطبعا ست المحافظ ما كانت مشغول مع الرئيس الوزراء فكان المفروض نائب المحافظ هايقابلنا فانا قلت لأ يعني نأجل لغاية ما نقابل المحافظ ونقابل المحافظ مع مات وللأمانة السيد مدير الأمن مكتبه اتصل عليها في نفس اليوم وغالي سيتلوها يستفرش رفنا باكر ولكن اعتذرتو حتى كنت هتسافى في نفس الليلة شفرنا بالليل الساعة 11 احنا عادنا 8 ايام الجولة دي بقى مستمرة يعني مسامة لك المقاهرة يعني عادتوا الزوء بالكامل 8 ايام 8 ايام وسايقين عربيتي يعني أنا سايق عربيتي رحلة برية ها رحلة برية ومعي سواق ببس هو اللي كان سايق أكتر يعني أنا ما بدلتش معه كتير يعني أكاد ما كونه ما بدلتش معه خالص طبعا انت لك انت تخيل مثلا في دورة زي كده بندفع 3500 جنيه بنزيل تمام يعني بس فشوف بقى الدورة تبقى قد ايه كم كيلو هرجع للدورة كم كيلو ولكن دايما السحيرة المستديرة قرة القدم وما حدث في مطشي الأهل والزمالك من يومين يوم الخميس الماضي وان شاء الله بكرة مطشي الأهل والزمالك مرة تانية معنا كابتن مصر والنادي الإسماعيل ومنتخب مصر سابقا كابتن أسامة خليل كابتن مساء الخير يا كابتن شرفتنا ونورتنا يا كابتن أسامة كابتن حضرتك رأيت مطش الأهل والزمال سيادة لو عبد الرافع أصلا ده من الأدام اللي احنا حضرناهم وتمتعنا بيهم وكان بيخوفنا دايما أنا طبعا عوضي في نادي الأهل كان بيخوفنا دايما أسامة معروف انه هو يجيب يجيب وعليا هو كان احترف في مصر وهو صغير كمان احترف برا مصر وهو صغير مظبوط يا كابتن أسامة احنا عشان كده ما رضيش يجيب حد أهلي وحاد يجيبنا حد محايا ربنا يخليك وحضرت كمان أنا الماتش كنتم مع الفريق مرتاجي سنة 66 والعبد السطر اللي كانوا يفجون واللي ما جابوا الكرة من يفجون وما تحسبتش وبتاع وحنا كنا قاعدين على خط المرمى وعورتونا وكلام ده كله بس احنا بنحبوكو لأن انتوا برازين مصر في حاجة كمان يا كابتن غير مقصودة سيادة لواء عبد الرافع درويش وحضرتك كابتن الدرويش أهلا بيجيبنا أهلا بيجيبنا حدك كيف رأيت ماتش الأهلي والزمالك المؤسف الحدث في الخميس الماضي لا هو يعني لما أتكلم من نحة الفنية طبعا مباراة في تصور يعني مباراة عصبية من الدرجة الأولى تمام سواء كان طريقة أداء العايدين المدربين الشيء الرأى في المباراة بحقيقة هو منظر المدرجات وجماهير النديين كان فيه التزام رأى جدا وكان فيه نوع من رقي في التجدية وفي سلوب التعامل مع المباراة يعني تمام ده فنيا لكن لما أقول مثلا هالمباراة حلوة أو وحشة بالقطع مباراة دون المستوى دون المستوى دون المستوى طبعا تمام ليه لأن هو أيدك في هذا كابتن رسامة صاح لا أهلا بحضر يعني أنا تخييني دايما بيكوني المباراة الكبيرة أن أداء الله داخل الملعب بيبقى مرتبط بتفكير خطط داخل الملعب تمام لكن لما بنشوف مباريات بحد مباراة الأهلي أو الزمالك وفيها عشوائية في التعامل مع المباراة والعشوائية هنا تيجي من اللعبة لأن ما بيش شك المدربين بيبقى كل فكرهم عايز يعمل تخطيط معين أو خطة معينة تمام تمام العصبية كانت ركباهم كلهم بالضبط فده فنيا لكن ما حدث بعد المباراة وأثناء المباراة نتيجة الشد العصبي ونتيجة في تصوري الشحن الغير عادي والشحن المسبقة سواء كان من الإعلام الانتمائي وأنا بقول الإعلام الانتمائي تمام لأن مرضنا متكلم على الأهلي عنده قناة في التلفزيون والزمالك عنده قناة في التلفزيون فالموضوع هنا أصبح ملاسنات وتصيب أخطاء تمام مردوده إيه بقى على الجماهير مردوده بيكون سيء جدا بيزيد الاحتقان فبالتالي المباراة في تصوري كان فيها نوع من الاحتقان المستتر يعني مش باين أوي أوي لكن أي غلطة ممكن تظهر الاحتقان ده مباشرة تمام بجانب المسؤولي الجباليان اللجنة المؤقتة تصريح مثلا الأستاذ عمر الجنيني اللي هو رئيس اللجنة المؤقتة قبل المباراة مباشرة وأنا سمعت الكلام ده حقيقة بأدامة نعم أنه يقول أن الأهل والزمالك هم الكرة ناصر فلما يقول كلمة زي دي يعني معناها أنه هنا تخلى عن منصب قيادة منظومة كرة اقتدم وأصبح مشجع كرة صح هنا أنا أعرف طبعا الكلام ده لأن الأهل والزمالك جزء من المنظومة مش هم كل المنظومة يعني تحيز للأهل والزمالك وليس المنظومة ككل آه المنظومة ككل لأن الموضوع هنا موضوع مرتبط بمساحة جغرافية مبيرة جدا في مصر سبعة وعشرين محافظة أنا تجي تكلم على الأهل والزمالك هتكلم على محافظة اثنين محافظة مثل محافظات مصر فهنا بصرف النظر عن شعبية النبيين لكن أنا بتتكلم كمسؤول أو كقيادي هنا الليدرشب هنا بقى اللي بسموها الكميونيتي ليدرشب هل تتكلم على المجتمع بتاع الكرة ده كوميونيتي قائد بتاعه المفروض اللي هو رئيس اللجنة المؤقتة حاليا لما يطلع المهاردة ويمد إيده لناديين فقط بدل ما يمدها لكل الأنبياء ويصرح من الكرة في مصر الأهل والزمالك على الفور لا بد من أحكم على المباراة بالفشل على طول لأن هنا للأسف النظرة دايئة جدا ونظرة فيها نوع من التعصب اللي بيؤدي إلى الإحتقان فهنا أنا بقول أن الأستاذ عمر الجناني مشجع كرة وليس قائد لمنظومة كرة القدر هو مشجع ده في مكان المدرجات وليس الجبلية ده في تطور حقيقة مرضوض الكلام ده ما فيه شك مرضوض سيء جدا داخل الملعب من الجماهير ده اللي حصل ده أعقاب ده بنهاية المباراة تصالفات ده لا أخلاقية لا أخلاق طبعا طبعا أولا يعني كفكر مسؤول كان لابد من تقديم اعتذار مباشر وفوري للإمارات عما حدث والإساءة اللي حصلت في الملعب في أرض غير مصرية خاصة مجتمع الخليج غير متعود على هذه العادات نعم أنا أتذكر أن أحد لاعبي القرى في الرياض في السعودية وأنا كنت في الوقت ده بأس الأوربط الرياضية في السعود في الرياض وكنا بنعمل برنامج يومي ثلاث ساعات من الاثنين الجمعة تمام أحد اللاعبين في أحد المباراة ألع الفانيلا بتاعته ألع الفانيلا بتاعته قرار يطلع مباشرة ألع الفانيلا عم يونش عايزين أنه ألع الفانيلا وبحي الجماهير تمام يعني النصف اسمه أصبح ياريان هنا تعتبروها خدشي للحياة العام ورحلوا هذا اللاعب في نفس اليوم تمام رحلوه ركبوه الطيارة ورجعوه على بلد لأن الرياضة أخلاق يا كابتن أسامة لا هنا هنا ده نطرق صح نطرقون هنا أنك أنت بتتعامل مع مجتمع سانسكيب مجتمع حام حامسكيب يعني حساس جدا عندي المثال عايز بس أفكر حضرتك بحاجة بعد إذنك أنا آسف على مقاطعتك يا أنا ده كابتن أسامة لا تصدق اللي كان دفع اللي قابلي مصطفى درويش لولو درويش أنت كنت بتقول عليه لولو درويش ده قابلي على طول ويسري طربوش برضو خدمت معاه وهو كنت أنا في محور القوات الجوية سنة سبعة وستين آخر سبعة وستين وكان هو في العمليات فيه معانا وضع يعني حاجات كتيرة برازيل مصر برازيل مصر كانوا بياخدوا من الأهلي والأهلي بياخد منهم كابتن أنا هنتقل حدق ضربات الجزاء ويمكن على هوا مباشرة حينيا ضربات الجزاء ليك تعليق على حدث حصل في ضربات الجزاء؟ سؤال حضرتك الضربات الجزاء التي حدثت بين الأهلي والزمانك ليك تعليق على حصل في ضربات الجزاء؟ لا هي شوفها داك ضربة الجزاء دي نسبة كبيرة اللاعب يعني إنت لو سألت أي لعب مهاجم هداف إيه أسوأ حاجة أن يمكن تمر عليه في المباراة أن يطلب منه أن يساعد ضربة جزاء أكيد هادية حاجة في الدنيا الشيء من المرمى المرمى بيبقى زي الإخدار من الإبراه بالضبط يعني ضربات الجزاء تخضع لقوة تركيز اللاعب والنسبة من الحص كابتن معلش مع ذاتنا المقاطعة سمعنا أنه في عقوبات واحتمال الأهلي والزمانك لعبه بكرة هل العقوبات دي هيتطبق على اللاعب من بكرة؟ طبعا مباشرة هذا المفروض يعني يعني بعد أربع تيام من وطش الخميس اللي اتنين هلعب بعدها بأربع تيام ما أنت شيء برضو أن الاحتقان واللي حاصل ده يعني مرضو كان يجب تأجيل الموراء أو كان يفترض ما تتحطش في الجدوة أصلاً لأتنين ووراء بعد بالطريقة دي؟ أنا أتفق تماماً معاك لأن أنا رافض من المباراة الثلاث كوجهة نظر شخصية يعني بصرف النظر عن عن ما حدث أولاً المباراة ليست زوج خيمة يعني في المباراة خلاص هنا كلنا المستمتين إن الأهل هياخد الدورة هياخد الدورة خلاص تمام هي مسألة بقى رد اعتبار سواء كان للأهل وتأكيد لريادة الزمالك على الأهل في السناني اللي هي سنة عرفين وعشرين يعني إن يكسب السوبر منهم ويكسبهم في الدورة كلها أشياء معنوية إثبات الزلت أنا أتصور طباً ما لهاش أي قيمة في جدوة للترتيب يعني الأهل هو الأول الزمالك هيكون الثاني وهكذا كابتن مصر والنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر سابقاً كابتن مصر والنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر سابقاً كابتن أسامة خليل شكراً لحضرتك سيادة لواء أنا مش عايز أعدي فرصة ومعايا خبير عسكري أستفيد منه ناس كتيراً جداً شايف الأسباب من تركيا وبين مصر طيب هم بيسألوا من وجهة نظر يعني محايدة ليس حالك نكون مصري لا شايف القوات إزاي قوة المصرية والقوة التركية وأيهما أقوى هم أقوى برياً تمام لكن احنا أقوى بحرياً وأقوى جوياً مصر أقوى بحرياً وجوياً وجوياً احنا عندنا قوات جوية أكتر منهم وعندنا قوات بحرية أكتر منهم احنا عندنا قواتين بحريتين تمام ودي كانت نظرة من السيد الرئيس الجمهورية أو قبل ما يمسك الراح روسيا علشان تمويع مصادر السلاح لما خدوا عشر طيارات أباتشي مننا عشان يتعملوا عمره هناك في أمريكا تمام قابضوا عليهم وقالا كنتوا عملتوا انقلاب أمريكا اللي خدتوا أو قعدت سنة وبل ما أفرجت عنهم بص يا فنم نعم في مبدأ هما ماشيين به وماشي به أردغان هو مبدأ القوة ومبدأ فرض العضلات ومبدأ فرض الأمر الواقع تمام بس هو للأسف هو خايب دلوقتي في سوريا وسوريا بتعملها بتتقدم وبتحاوت كل النقطة بتاعته نقطة المراقبة بتاعته وهو بيستنجد بأمريكا عشان تديله باتريت وفي نفس الوقت راح ليبيا طب انت ليبيا دي يقولك دي أرض الأجداد وإحنا دي أرض الأجداد ودي بتاعتنا هو لسه لغاية دلوقتي بيحلم أنه هو إمبراطور أو القائد العثماني الإمبراطور العثماني تمام لا ما ينفعش النظرات دي تغيرت وبعدين بنقول له القاتي أنا من ناحيتي أنا عبد الرافع درويش خبير عسكري إذا جيت ناحية أي حاجة في الشرق البحر الأبيض المتوسط وحاولت تعمل أي حاجة إذا اقتربت احترقت إذا اقتربت احترقت هو عنده مشكلة برضو سيادت اللوة حتى لو كان عنده قوات برية قوية أنت بينك وبينه ألف كيلو دايماً أقول لحضراتك الإمداد بتاعه هيبقى كتير الإمداد بتاعه طويل ما ينفعش تمام في نفس الوقت هو دخل نفسه في بين السندان النهاردة 90% أو 95% من الأراضي الليبية مسيطرة عليها من الجيش الوطني الليبي تمام أفضل الله مش غير مسراطة ودي من مبدأ خالص أنا ممكن كلمت حد في المخابرات كان سنة 2013 وقلت لهم مسراطة دي دلوقتي هي ما بيتجمعوا هناك في مسراطة ومسراطة دي الإخوان المسلمين متركزين فيها وكانوا جايبين لبس زي وأنا بلغت المخابرات بكده وقلت لهم يعني شريط ويعني تسجيل بهذا الكلام جايبين لعشرين مدرعات شبه مصر شبه مدرعات مصر وليبس وليبس على أساس أنهم يخشوا يضربوا في مرسى مطروح ويبقى الجيش هو اللي بيدرب في الشعب فانتبه فتنة ما بين الجيش وبين الشعب انتبهت القيادة والحمد لله ورحب مغيرين زي الجيش ده كان الحمد لله يعني مش بفضل مني عليهم لا بس كان اقتراح مني تمام الاقتراح التاني برضو اللي أنا قلته إن احنا نغرق بين رفح رفح المصرية والمسافة بتاعتنا نعمل خمسة كيلو نشيرهم خالص من المباني اللي هناك ونغرق الدنيا دي مية على أساس أنهم ما ما عملوش الأنفاء فجأت بالفريق صدق صبحي في نفس اليوم الثاني يوم على طول بيقول نفس الكلام فكانت نظرة كويسة الحمد لله إن ربنا يعني وفتح بصرتنا لإننا هنقول حاجة كانت مفيدة للبلد المصراطة هي المركز بتاعهم تمام ومصراطة مركز التجميع للميليشيات ومصراطة هي دلوقتي اللي بتحارب كان بتحارب جامد لوقت امبارح بدأت امبارح تتخلى وتعمل مشكلة مع امبارح يعني امبارح فعلا ولا من فترة امبارح نرضى الحد يعني السابت اه السابت عملوا مشكلة كبيرة جدا إن طبعا الميليشيات السورية اللي جاية بياخدوا ألفين دولار والقيادات بتاعهم بتاخد خمس تلاف دولار وبياخدوا بالعملة الصعبة طبعا هما ما بياخدوش بالكلام ده بياخدوا مثلا عشر أو تلتة اللي هما بياخدوه فقالوا ازاي انتوا بتدول ييجوا ياخدوا فلوس أكتر مننا فبدأوا يعملوا الكلام ده وعاوزين ينسحبوا إلى مسراطة ودي مشكلة دلوقتي مع فايزة السرقة تمام احنا مصر لقلقة العالم وكنز العالم كله موجود في مصر ست اللي هو لقلقة العالم لما وكنز العالم لماذا هذا الحرب على مصر ما هم عشان لقلقة العالم لأن هي مركز الإشعاع في إفريقيا والدول العربية وهي الدولة الليدر الدولة القادرة القائدة لكل ده النهاردة مصر بقوتها والتاريخها حاجة كبيرة جدا ما قدروش يعملوا فيها اللي عملوه في سوريا ولا اللي عملوه في اليمن ولا اللي عملوه في لبنان ولا اللي عملوه في العراق ما قدروش يعملوا الكلام ده لأنه كان الجيل الرابع من الحروب اللي هو تدمير القوات المسلحة من الداخل بحيث هم ما يحربوش يعني هم يعملوا انقلابات وعملوا الكلام ده كله من الداخل وما يحربوش بحيث أن الشعب هو اللي يسقط الجيش والكلام ده كله زي ما احنا شفنا كده في صورة 25 يناير لكن الوعي بتاع القوات المسلحة حتى أنا لما رحت هولندا عشان كانت 2015 آخر 2015 وخطبت في البرلمان الهولندي ولجنة العلاقات الخارجية قاعدوا معنا في البرلمان وأول سؤال سأله لي أنتوا ليه شيلتوا محمد برسي تمام فسكت قال لي أنت ما فهمتش السؤال وطول لأ السؤال دا له تكملة قال لي إيه هي وطول ليه شيلنا حسن مبارك تمام حسن مبارك كان هو قائد القوات الجوية كانت نفس السلاح لحدها كنت فيه آه وطبعا كان القائد بتاعي وكان قائد القوات الجوية وحارب في 73 حرب جميلة جدا وهو القائد ويعني وخارب ندمة سينة فيعني له قصة كبيرة لكن لما جه الشعب ورفض حسن مبارك الجيش لجأ للشعب وانحاز للشعب وحصل للموقف النوم مجتمعه فيه القاتل المسلحة وما حضرش معهم حسن مبارك دليل على إنهم خلاص بالسلام أنت إحنا بننحاز للشعب لأن الشعب يؤمر والجيش والشرطة ينفذ تمام لأنه دي العقيدة القتالية بتاعتنا إن إحنا بننحاز وبنقسم اليمين لحماية الشعب مش لحماية الرئيس لكن أنا بقول حاجة وبقول حاجة كبيرة جدا بالنسبة للسادة الرئيس السيسي سادة الرئيس السيسي له كل التقدير وكل الشكر وأنحاني به وإحنا كحزب بنؤيد وندعم السيد الرئيس وندعم القيادات بتاع القوات المسلحة والشرطة بكل قوتنا ليه؟ لولا سادة الرئيس في اللي هو عمله ده إحنا كانت البلد تبهدلت زي سوريا وكانت تبهدلت زي العراق وكان زماننا بقينا في حاجة تانية خالص هو كان واعي جدا لتنويع مصادر السلاح لتقوية الجيش والقوات الجوية والقوات البرية والدفاع الجوي عن الجيش بالكامل كان فاهم كويس أو طبعا ده كان مسك المخابرات ففاهم كويس أو بيعمل إيه ليه؟ لأن إحنا مبدأنا زي محافظة اسماعين كان أيام الرئيس السادات ورئيس جمال عبد الناصر وبعته لأمريكا قال له احنا بنقبل مبادرة روجرز تمام فقال له طب وإيه يعني؟ كيسينجر قال له إيه يعني؟ مبادرة روجرز يعني انتوا هتقبلوها هتعملوا إيه يعني؟ فقال له احنا هنعمل نفتح قناة السويس وإسرائيل بقى تنسحب جوه سينة شوي تمام فقاله لما تبقوا أقوية وتعالوا كلمونا هم ما يعترفوش غير مبدأ القوة لأن دول قتلوا 120 مليون هندي أحمر عشان يستولع على أرضهم دي أمريكا لازم نفهم ان هم البلطاجة بتاعة العالم ان هم المجرمين بتوع العالم اللي هم بيحتلوا أراضي الناس ويدمشوهم عشان ياخدوا أرضهم وحصل كمان في أستراليا 100 مليون أسترالي برضو أسترالي من المستراليين اللي هم صحاب البلد صحاب البلد نفسك في 100 سنة برضو عشان ياخدوا أرضهم فده المبدأ المبدأ القوة المبدأ البلطاجة والنهاردة الريس بتاعهم ترامب اللي بيقول أنا في عصري ما حدش قدر يجيب فلوس من العرب قدي أنا جاي بـ 460 مليار دولار دي من سعودية بس فقط آه في أسبوع تمام في نفس الوقت لازم ناخد عبرة احنا هو ربما لما قاعد مع دول المقاطعة قاعد مع دول المقاطعة علشان يسود قوتهم بعدها في أسبوع قاعد مع قطر ودالهم أسلحة بـ 12 مليار ما بيلعب على الجنبي ليه مش المصلحة الخاصة هو مش مصلحة الخاصة مصلحة تشغيل المؤسسة العسكرية بتاعته والمصانع العسكرية بتاعته هو بيفتع الحروب على سان ينبه سلاح انتوا يلا حربوا خدوا مننا السلاح ما هو ده الحرب يجي للرابع انه من جواك سأتلوه أنا عجبني في الجيش المصري مبدأ حلو فضل في حرب 67 وحدك قدرة ها طبعا كان فيه قصب يوزعوا قصب ويقشر برطقان العساكر ويلعب بكورة ده في حرب الاسنزاف اه تمويه على العالم وفكأة قوة الجيش ظهرت فيه في 73 برضو في الفترة الاخيرة الجيش بتاعنا بيعمل بكارونا الجيش بتاعنا بيعمل كحك وبسكوت فكأة الجيش المصري رقم 9 على مستوى العالم اه طبعا لكن نفس السيناريو بص حضرتك بالنسبة للسيناريو عبدالقادر حاتم ده كان مسك وزير الثقافة والاعلام اه عمل خطة اه التمويه الاعلام كان مشترك ده هو دي صاحب الخطة ليت الاعلام يعود يوما انا بكلم على كده كان فيه هنا منظمات كلهم يعني كل الوزارات كانت ماشية في منظومة واحدة تمام فالقضية دي لما اتعاملت اخر يوم كان بمس قصب رغم النوم في رمضان يعني احنا في رمضان بس بس اه العساكر بقى فطرين وطلعوهم وبيغسلوا هدومهم على القناة وبتاع فده عليه السن ما فيش حاجة زائد الحاجتين اللي حصلوا ان احنا حاربنا الساعة اثنين اول مرة في تاريخ العسكرية العالمية لم تحدث لم تحدث الجيش بيتعامل معها اول ضق واخر ضق هنا الساعة اثنين كانت محسوبة الجزر والمد بتاع خناة السويس اعلى الفضل كمان ثلاث ساعات وهيجبقى المغرب موجود على الساعة خمسة يبقى مش هنحارب في الضوء غير ثلاث ساعات يبقى بنحرم القوات المسلحة الاسرائيلية من انها تخش وتخش معنا في مواجهة في نفس الوقت تم عبور القوات بتاعتنا بالليل كانوا على الخناة الصبح طبعا في نفس الوقت الدربة الاولانية في 73 دي دخلنا عليهم لأنهم بلعبوا كورة في الأمطار من اللي بلعب كورة اسرائيل اسرائيل اه فدي من المفاجأة فين الرادارات فين الساحة هنا بقى المفاجأات اللي حصلت ودي كانت حاجة كبيرة جدا وعايز اقول حاجة ان سادة الرئيس انور السادات جاء طلع قرار كان قرار جمال عبد الناصر بانه يخصموا مننا ربع مرتب بتاعنا مجهود حربي رغم ان احنا كنا حارب احنا اللي بنحارب لكن كل الشعب كان 25% مجهود حاربي فاحنا كنا ما فيش مشكلة القادزي حضرتك والعسكر ما كانش مطادم دايقهم شوية لان انا تعبان وعجابها ويخصم مني كمان ده اللي حيضيقنا ولا اللي حيضيقني ان واحد بقاله 8 و 9 سنين خريك جمعة وما راحش ما استفادش بعلمه واحد 8 سنين 9 سنين طب والله هنبص للراجل اللي ساب مستقباله ده وتبقى عسكري مجند ودي كانت فكرة مين كل التحية والتقدير لبطل الحرب والسلام محمد انوى السادات تعلى بالصحراء كما يقال كل التحية والتقدير لكل ابناء القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية كتفا بكتف كل التحية والتقدير لكل القادة وكل انسان استطاع بدمه الزكي ان يكتب اسمه في قلوبنا فلن ننساهم أبدا لم ولن يا اسرائيل نفرد في حبة رمل من رمال سيناء التي ارتوت بدماء أبنائنا مصر العالم يعلم أنها مقبرة الغزاة مصر إذا أراد أن يعتدي عليها أحد قسمه الله مصر هي القيادة مصر هي الريادة شاء من شاء أبى من أبى مصر ستتبوأ مكانتها سيادة اللواء الحديث محضرت جميل ولكن أنت شايف الديني إزاي الجيش السوري الجيش العراي محاصرين إحنا كمان محاصرين هنا من أربع جهات يعني البشير وأنا قلت الكلام ده كذا مرة في التلفزيون قلت له سيادة الرئيس ما تستقبلوش ده خاين وأساسا من الإخوان المسلمين ما ينفعش نحن نتقابله بس طبعا الرئيس لو الحق في كل شيء كان بيعمله لأنه هو مش عاوز يبقى فيه جابها تقع منه لأنه كان فيه تهديد من جنوب السودان تهديد من السودان نفسها من الجنوب تهديد من ليبيا وقطع للسلاح اللي دخلت وانا نبهت عليها برضو في سنة 13 وقلت فيه كمية سلاح دخلت كبيرة جدا رد علي في أيامها الدكتور الجنزوري وقال زبطنا مليون قطعة مليون قطعة قلت له ده معناها أنه دخل من مصر عشر مليون قطعة ملايين دول اللي زبطناهم فدي خوف لأنه دول مش رايحين للغزة ولا رايحين لحماس دول دخلين عشان يهدموا الجيش المصر في وقتها قلت هذا الكلام ليه لأني لقيت منصات سواريخ جاية مدافع مضادة للتوارات جاية سواريخ مضادة للتوارات جاية إزاي إذن ربنا حافظ مصر مرادة بمصر شرا قسمه الله دي حقيقة وبعدين فيه نقطة ربنا سبحانه وتعالى لم يتجلب واجه الكريم لا على السعودية ولا على أمريكا تجلب واجه الكريم على مصر في سيناء فمن يتجلب واجه الكريم أوعد تقول أنه نحن هنأعطش في يوم من الأيام عشان أسيوبيا مش عشان أسيوبيا لا مصر بتعوم على بحيرات من الماء كان فيه نهر نيل بجنب الأهرامات اللي هو تبنى منها الأهرامات من نهر النيل مردوم فيه لما جينا فيلم إليزابي ستيلور في كليوبترا وبصينا لقينا كانت بيقدموا أو بيعملوا الحبوب لأوروبا من العالمين إذن كانت العالمين بتزرع نهار دي يقول لا ده فيه أبر رومانية لا فيه سبع سبع مش اتنين نهر نيل عندنا مش فرعين احنا عندنا سبع أفره فمصر بتعوم على مياه زائد إن دلوقتي درجة الحرارة بتعلى درجة الحرارة الأرض بتعلى بقت واحدة وثمانية من عشر دلوقتي لو وصلت اتنين مش هيبقى فيه بترول معناه في العالم كله مش هيبقى فيه بترول إحنا الدولة الوحيدة المؤهلة نمد أوروبا ونمد العالم كله بالطاقة الشمسية وبطاقة الرياح اللي ربنا متجلع علينا والغاز اللي موجود داخل مصر والغاز طبعا اللي موجود فده برضو ما حينضب احنا مش هيفضل إنما الدول الاتنين دول كل أمريكي النهاردة كل الدول الأوروبية بتسعى لمصر عشان كده ألمانيا الغربية النهاردة أو ألمانيا عاملة في اسمها هي ألمانيا دايما في البداية بتاعت الفيوم حتة اسمها كومشين لا 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 في البداية خالص البدرشين لا معلش أني ننسيت الاسم عاملة النهاردة فيها محطة توليد كهرباء ده شور لا محطة لا 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 في يوسف الصديق في أبشواي في أتسا لا ده في الأول خالص في الأول خالص أبلوكو ما يكونوا شيء متعنطمية كده الكريمات الكريمات عملوا هناك في محطة طاقة شمسية ليه علشان لما تيجي انت هتعمل بقى بعد كده عندك هتلجأ لمين أول دولة سعادتك ده بقى الفن البيع فن البيع وفن الختاب وفن الفداية أنا شاكر لحضرتك حديثية خلوة أركان حرب عبدالرافع الدرويش رئيس حزب فرسان مصر والخبير العسكري المعروف شكرا لحضرك على اللقاء شكرا مشاهدين الكرام كل التحية والتقدير لقادة مصر عسكريا وشراطيا وفي كل المجالات كل التحية لأبناء مصر شهداء مصر على مر التاريخ كل التحية والتقدير لهم لكن أتمنى من القيادة في كل مكان أن تعمل حسابا ماذا أنت تارك لمصر بعد أن ترحل عن الكرسي ماذا أنت تفتخر به أمام نفسك ماذا قدمت لمصر مصر بحاجة للجميع مصر فوق الجميع تحية مصر تحية مصر إن ألتقي بحضراتكم في الإسبوع القادم أستودعكم الله لذي لتضيع ودعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة